وصلنا للفقرة الأخيرة أهلين يقول علماء التربية أنه من عمر ثلاث سنوات وحتى اثنى عشر سنة هي مرحلة خيالية يبنون أقوالهم طبعا الأطفال يبنون أقوالهم نظرا لأحلامهم وهذا ما يدفع الاعتقاد بأن الأولاد لا يكذبون لكن الحقيقة مغيرة تماما عما يتصوره البعض لهذا علينا أن نفهم أو نوعي أولادنا أن نميز بين الخيال والكذب الحقيقي خلينا نشوف تفاصيل بهذا التقرير كثيرا ما نسمع من أبنائنا خلال سنواتهم الأولى القصص الغريبة التي لا تكون إلا في خيالهم أو نجد أن طفلنا يتخيل نفسه بطلا خارقا من أحد برامج الرسوم المتحركة بعض الأهالي يعتبرون هذا النوع من الخيال كذبا فكيف نتعامل مع هذا الخيال؟ الأطفال يحاولون تصور العالم بحسب التجربة الحسية لديهم لذلك يبدأ الخيال ببناء عالم مختلف عن عالمه الواقعي أو حياته اليومية أو يتحول الخيال في بعض الأحيان لتنفيس رغبات موجودة لديه يحاول تحقيقها فضلا عن أنها مصدر الاستعادة بالنسبة له يرى خبراء التربية أن الخيال هو الأداة الأكثر قوة وحيوية في التعليم عند الأطفال في المرحلة المبكرة والمتوسطة من حياتهم لذلك ينصح الخبراء بتوظيف هذا الخيال تربويا عن طريق الألعاب التي تتضمن الأدوار الاجتماعية كالطبيب والمعلم والأب والتي تكون مدخلا لتعرف على المجتمع الكبير وتدريبه على إدراك الحقائق ومعرفة الفارق بين الكذب والخيال وأفضل وسيلة يتبعها الأهل هي مشاركته سعادته خلال نسجه للقصص الخيالية وأن عليه استغلال هذه الموهبة في كتابة القصص أو رسمها والتقليل من أهمية الكذب في حياته وعدم تشجيعه مثل الخيال يتفق خبراء التربية مع المختصين النفسيين أن هناك علاقة وطيدة بين الذكاء وتنمية خيال الطفل بالطرق السليمة والابتعاد عن التوبيخ أو التقليل من أهمية القصص الخيالية التي يسردها بل على الأهل مشاركتهم القصص والتفاعل معها لن نحكي أكثر حول هذا الموضوع معنا بالستوديو نادا الفوال اختصاصية اجتماعية ومدربة في المجال الأسري والتربوي مساء الخير أهلا وسهلا مساء النور عليكم جميعا أهلا وسهلا فيكيست نادا أمتى فينا نقول أنه الولد بيبلش خياله بيبلش يحكي حتى هاي القصص؟ من عمر ثلاث سنوات بيبلش الطفل يكون اكتسب اللغة تقريبا ببلش يتعلم اللغة بظهرة عنده العاطفة فبيبلش يطور زكاؤه من خلال التخيل وبيبلش الخيال الواسع عند الطفل من الثلاثة تقريبا بيكون أوج تخيله من الثلاثة إلى الخمس سنوات مشان هيك الأحداث اللي بتمرؤ عليه بحياته اليومية ربما بتمرؤ عليه معلومات ناقصة وما بيدرك عقله فبيحاول يكملها من خياله فبيحكي قصص غير واقعية غير حقيقية غالبا مثلا فلان ضرب فلان صار موقف فالأما بتجي يعني مستهجنة الموضوع بتكتشف بعدين أنه هو من نسج خياله وللأسف أحيانا ممكن تتهمه بالكذب نتيجة هو الخيال اللي عم يستخدمه لملء الفراغات خلينا نقع بالمشاكل لأنه يترى نعاقبه لأنه عم بيكذب أو لا نتركه يسرح ونسمع منه هاي القصص من عمر الثلاثة إلى الخمس سنوات لا نحن نحاول قدر الإمكان نعزز الخيال لكن نفرغه بطريقة صحيحة يعني مثلا هو عم يتخيل مثلا سوبرمان عاعد عنده بالغرفة حكى معه إلى آخره تعال نرسم يعني نرسم لي اللي صار الحدث اللي صار حكي لي الحكاية اللي كان يا مكان وبحاول قدر الإمكان نقطر هذا الخيال لحتى لما يكبر أكثر هذا نحن نعززه لكن نقطره لحتى ما تختلط عنده يختلط الواقع بالخيال ومنعود نعرف نأخذ من الطفل أي معلومة حقيقية يصير عنده الخيال والواقع مضطربين أو متداخلين ببعض وهو بهذا العمر طبعا بيكونوا متداخلين ببعض بعد الخمس سنوات حتى ست أو سبع سنوات بيبلش شوي شوي يقدر يفصل يعني بشكل بسيط بين الواقع والخيال لكن كمان بحاجة بشكل كبير لتدخل الأهل بالموضوع بدون تحجيم الخيال يعني الزكاء له كتير رابط قوي مع الخيال تحجيم الخيال أو قتله لما منقله للطفل لا ما صار هيك أو مو حقيقي أو أنت عم تكذب فنحن نقتل هذا الخيال وبالتالي بيأثر كتير على درجة زكاؤه بكتير من مجالات الحياة ومنشوف هذا الشيء بصدق كبير ونسمع له نسمع له نفهم هو ليش عم يعمل هيك افهم شو تبعات عادة الطفل لما بيملأ الفراغات بيكون في عنده معلومات أو أشياء بينفس عنها أو بيحكيها بسياق الكلام مثلا لما بيحكي مثلا عن فلان ضرب فلان فهو بيكون شايف شي عنيف مثلا برامج أطفال أو إلى آخره وبلش يسقط هاي المعلومات أو الصور اللي أخدها على الواقع وبيبينسوش خيال من هذا الواقع ندى أنا حابة أسألك عن قصتين مختلفتين وخلي يعني جمهور ممكن يستفيدوا من هذه القصص مثلا أنا صار معي ابن أختي مرة أخدته على حديقة فصار يقول لي أنه البابا جابني لهون مبارح ولعبنا وسوينا وحكا لي تفاصيل فأنا سألت أختي إنه صحيح لحكي قالت لا أبدا ولا مرة ما مرع فكيف الطفل ممكن يعني ينشئ هذه القصص هو حابب يكون هيك يعني حابب يكون هيك فبتخيل هذا الموضوع بيحكيه وهو أبدا ما بيكون عم يكذب خاصة إذا عملك بهذا العمر الصغير العمر التسع سنوات هو أبدا ما بيكون كذب هو فقط يعني كل شي بيحسه بينسجه بخياله وبيحكيه حتى هو بيكون مسدق الموضوع يعني حتى هو مؤدران يفصل إنه هذا ما صار القصة الثانية خبرني فيها المنتج اليوم عابد عم يحكي إنه أخوه كان عمره خمس سنين تقريبا وكان يخترع الشخصيات ويحكي معه ويتواصل معه موجودين يعني ففا هذا الصديق الخيالي صديق الخيالي الصديق الخيالي وهذا موجود كثير ونشوفه عند الأطفال خاصة بعمر المدرسة لما ببلشك ست سبع سنين ببلش يتخيل رجل فضائي أو صديق خيالي بيحكي معه وبيلعب معه هذا الشي طبيعي وأبدا ما لازم نحجمه لكن لازم نحن نشوف لأي درجة عم يستحوز على حياة الطفل يعني مثلا لما الطفل بيترك إلعابه وبيترك كل شي محيطه بيصير بس قاعد مع هذا الصديق الخيالي عم يحكي معه هون لازم انتبه أنه طفلي عنده حاجة لوجود أصدقاء بحياته وهون لازم ساعده على أخذ هاي الخطوة وهون دور الأمن كتير أنت بتوصل لقصة لتكون مرضية؟ غالبا طول ما نحن عم نقول لعمر التسع للعشر سنوات قبل هيك ما بتكون الموضوع مرضي لكن هو بحاجة فقط لتوجيه لكن إذا استمر معه لبعد العشر سنوات هون يفترض الطفل صار أدران يفصل تماما بين الواقع والخيال فهون لازم انتبه أنه الموضوع مرضي بحاجة لتدخل من بعد تقريبا من بعد العشر سنوات هاي القصة بتصير عند كل الأطفال أما في أطفال معينين وفي أطفال أحيانا ما بتتخيل في ابن صديقتي هذلك نوعا بيقول أنه خلاص بدي تصبحوا على خير أنا رايح على عالمي الثاني شو رايح تعمل هذا العالم ما فيه ناس كلهم روبوتات وكل شيء أساسا هيك بالخيال يعني مثل الواقع الافتراضي هلأ اللي بده يصير وخلاص أنه أنا ما بدي أحيي معكم لإنتقل للعالم الآخر هذا الصديق كبير أو طفل أو كيف الطفل عمره تقريبا هلأ خمس سنين هلأ خمس سنين ونص عالم آخر هذا عالم آخر لكن هذا العالم اللي بيحبه هذا العالم اللي بيرتاح فيه كتير مهم وجود الخيال بحياة الطفل أبدا ما نوش شغلة سلبية لكن مثل ما قلت لك قديش بيستحوز على حياته على تفكيره قديش بيتخيل أشياء حقيقة يعني كيف تقول لك عنيفة سلبية إيجابية هذا المهم بالموضوع أكتر من موضوع الخيال نفسه لأن الخيال ضروري لنمو الإبداع عند الطفل يعني مثلا لما بيكبر الإنسان وبيصير مثلا فنان شاعر إلى آخره فهو بيتخيل لكن هو بيعرف يوظف هذا الخيال لا ينتج شيء إبداعي بحلو كثير أندي سألك كيف نستثمر خيال الطفل حتى نميره قدراته الفكرية والعقلية والإبداع أول شي كيف نعزز هذا الخيال أول أكبر معززات هو القصص الحكايات مشان هي كل الأطفال مولعين بسرد الحكايات والقصص وخاصة قبل النوم يعني في أطفال ما بيناموا من النوم بنتي ما بيناموا ليسمعوا حكاية قبل النوم فإذا ما سمعوا الحكاية فبيضل خيالهم عم ينسوج يعني بحاجة لحد يوجه لهم أو يغزي لهم يعني بتاخد حاجته بياخد الطفل حاجته من الخيال وبيرتاح بيحس بنوع من الراحة حتى أحد التقنيات النفسية شيء يوسكر يعني أحد التقنيات النفسية بتعتمد حتى لأننا الكبار لحتى نحس بنوع من الاسترخاء أنه نتخيل هي اسمها تقنية المكان الآمن وهذا شيء كتير مهم لحتى الإنسان ينفس أحيانا عن شيء مكبوت أو أشياء حابب يحس فيها بساحة اللاوعي فهو كتير مهم التخيل حتى لنا نحن الكبار لكن نحن أقل قدرة من الأطفال على استخدامه لأنه نحن صرنا ملتسقين أكتر بالواقع بينما الصغار خيالهم خصب أكتر مرين أكتر بيقدروا يروحوا على الخيال إمتى ما حبوا وما بينطروا نظرة المجتمع أو هذا الوقت المناسب إمتى ما حب يروح على الخيال بيصوروا براحتهم كيف فينا نحن نستفيد من هذا الخيال أو نستثمره مثل ما حكينا من خلال القصص الحكايات هذا الشيء كتير بيعزز خيال الأطفال بالإضافة أنه بس يصير الطفل بعمر 9 إلى 10 سنوات بلاش كتير ركز أنه نفصل بين الواقع والخيال يعني مثلا أنا بنتي مرأت بهذه المرحلة وإلى حد ما يمكن هي أصغر كانت سنة لما بلشت تفصل يعني مثلا لما كانت تشوف منام أو كبوس تفيق بالليل مرعوبة فتجي لعنتي تقول لي ماما لا تخافي لا تخافي أنا شفت هيك هيك بس هذا خيال مو حقيقة ما أنه كان عمر صغير يعني ما بتتجاوز أربع سنوات لكن الأسئلة دائما هي اللي بتخليها تقدر تفصل يعني مثلا لما بسألة عن شيء هي عم تسرط طبعا بخيال أو تحكي الأشياء مالا واقعية لما بسألة أنه هذا الشيء أنت شفتيه بعيونك فهي بترجع للحظة هي مالا مدركين وهذا خيال ولا واقع هذا الشيء اللعبة اللي عم تقول لي أنه أنا بابا اشترى ليها لمستيها بإيدك حسيتي فيها فبحاول قدر الإمكان رجعها للواقع هيك بتبلي شوي شوي تفصل الأشياء اللي بتتخيلها عن الأشياء المحسوسة والواقعية وفي أولاد دا بيزعبروا يعني عم تقول لي أنه مثلا بابا اشترى لي لعبة وهون عم بيقول أنه طالع مع أبو أنه بدون شيء مثلا ممكن يصير بقى بيبلشوا أنه يزدوا تمريئات زكية هي طريقة زكية بس لازم ننتبه أنه في رغبة للطفل عند أشياء خاصة لما بيذكر شيء عن أبو أو أمو وأخواته وبيتخيلهم فهو في رغبة لوجودهم بحياته أتحابوا أو رغبان فيه فينا نربط الخيال اللي ممكن يحكي أنه الطفل بقدرته أو حتى زكاؤه مثلا فين يقول أنه هذا الطفل زكي أو ما نوزكي من الأصص اللي بيروية غالبا الأطفال اللي أشد زكاءا هنا أشد تخيلا الخيال بيخلوني يفكروا دائما برات السند ويبتدعوا هيك أشياء أو حلول لمشاكل أحيانا ربما نحن ما نعرف نلاقي إلى حلول فكل ما كان أكثر زكاءا هو أكثر تخيلا والعكس صحيح الإختصاصية النفسية ندافوال شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم للمعلومات القيمة وصلنا لنهاية حلقتنا فيكن تزوروا موقعنا على الانترنت سيريا دوت تي بي وعلى مصاتنا على وسائل تواصل اجتماعي فيسبوك وتويتر موعدنا بكرة بنفس التوقيت إلى اللقاء إلى اللقاء